كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام الناتق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني عن قرار مجلس الوزراء حول تدشين نافذة وطنية للتجارة وتخفيض المدة الزمنية عليها من 11 يوم إلى يومين فقط وأوضح المومني أن الإجراءات الجديدة تتعلق ببضاعة الترانزيت وإعادة التصدير للبضاعة القادمة عبر أراضي المملكة مشتيرا أن نسبة بضاعة الترانزيت القادمة لأراضي المملكة تبلغ 50% وأن تطبيق القرار سيشمل كافة البضائع خلال 12 شهرا